كشفت دراسة حديثة أن مدينة نيويورك الأمريكية تغرج تدريجيا منذ سنوات عديدة وذلك بسبب مبانيها الشاهقة التي تعد من أبرز معالمها السياحية ووجد علماء الجيولوجيا في الدراسة المنشورة في إحدى المجلات أن مدينة نيويورك الشهيرة بتغرج بمقدار 1 إلى 2 مليمتر بمعدل سنوي وذلك مع استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر عنها وحذر البحث الجيولوجي الجديد من أن وزن ناطحات السحاب في مدينة نيويورك يتسبب بشكل كبير في الواقع في غرق نيويورك يؤكد الباحث الرئيسي للدراسة والجيولوجي توم بارسونز من هيئة المسأة الجيولوجي الأمريكية أن هذا الهبوط التدريجي يجعل مدينة نيويورك معرضة بشدة للكاورس الطبيعية ووفقا للدراسة فإن منطقة منهات السفلة في نيويورك معرضة لخطر الغرق بشكل خاص كما أن هناك قلق على أحياء بروكلين وكوينز تواجه نيويورك تحديات كبيرة بفعل مخاطر الفيضانات إذ أن خطر ارتفاع مستوى سطح البحر أعلى من 3 إلى 4 مرات من المتوسط العالمي على طول ساحل المحيط الأطلسي لأمريكا الشمالية ويواجه سكان المدينة البالغ عددهم 8 و 4 مليون شخص درجات متفاوتة من المخاطر من الفيضانات في مدينة نيويورك وتبعت الدراسة لافتة إلى أن نيويورك شهدت بالفعل هذه الآثار القاسية منذ أكثر من 10 سنوات وقال مؤلف الدراسة توم برسونز لقد تسبب إعصاران حديثان في وقوع إصابات وأضرار جسيمة على مدينة نيويورك ففي عام 2012 تسبب إعصار ساندي في دفع مياه البحر إلى المدينة ترجمة نانسي قنقر